يعني خليه في البداية أسألك عن هذا التشكيل التشكيل الوزاري وحتى مجلس المحافظين فكرة وجود عدد كبير من الشباب وضخ دماء جديدة في هذه الحكومة خاصة يعني في ظل التحديات اللي بتواجه الشارع المصري مأمو فيه خلينا نقول أمل كبير جدا متعلق بهذه الحقيبة الجديدة طبعا إحنا قدام تغيير وزاري كبير في تغيير في الأشخاص وده يتبعه تغيير في السياسات يعني إحنا قدام حكومة جديدة تماما بسياسات مختلفة تماما عن ما سبق الاعتماد فيها مش بس على التكنقراط أو الفنيين بقدر ما هو الاعتماد فيها على خبرات واسعة من خارج الدولاب الحكومي بالإضافة زي ما هيك ذكرتي مسألة الشباب واللجوء للشباب اللجوء للشباب هنا أنا بتصور أنه هو مبني على فكرة أننا بندور بره الصندوق في أفكار وحلول لتحديات صعبة على أي حكومة يمكن النهاردة ويعني قبل لاجي لحضرتك النتيجة بتاعت الانتخابات البريطانية أعلنت صحيح وإحنا شايفين التحدي اللي كانت فيه الحكومة السابقة وإحنا بنكلم هنا على بريطانيا يمكن القوى الثالثة أو الرابعة في العالم اللي عندها قصد قوي وعندها مستوى معيشة متقدم حتى فرنسا يعني صحيح بزبط وفرنسا مرتبك لأنه الأزمات اللي عندنا مستنسخة برضو عندهم نفس الفكرة التضخم العالي ارتفاع أسعار الوقود وتأثيراتها على نمط المعيشة فبالتالي العالم كله بيحاول يغير من السياسات ويبحث عن حلول غير تقليدية لمشاكل صعبة ومعقدة في الحقيقة في مصر هنا احنا بقى عندنا وربما الرابط ما بين كل الشباب اللي احنا بنشوفهم في الحكومة الجديدة سواء نواب للوزراء أو وزراء وكمان نواب للمحافظين أو محافظين الأكاديمية الوطنية للتدريب والبرنامج الرئاسي للتدريب أو للتأهيل على القيادة عشر سنوات بقى عندنا كوادر مؤهلة كفاءات حقيقية مرسة العمل السياسي من داخل دولاب الدولة ومرسة في نفس الوقت العمل الشبابي